انا اعرف ناس بيفضلوا مستحملين المشاكل الكبيرة في الويندوز علشان بيبوا مكسلين او خايفين من اعاد تثبيت الويندوز مرة تانية والبحث عن التعريفات وتثبيت التعريفات وتثبيت البرامج والامور دي طبعا البرامج بيكون امرها سهل لكن المشكلة في التعريفات اللي كل مرة بتكون مضطرة تنزل التحديث بتاعها وتثبتها مرة تانية على الويندوز لما بتيجي تعمل fresh installation ففي الفيديو ده احنا هنتعلم سوا ان احنا احنا ازاي نسبت الويندوز وجوا جميع التعريفات بتاعت الجهاز بتاعنا بكل سهولة اهلا وسهلا بكم بنحب بكم انا محمد غراب خلينا الاول نشوف احنا في الطبيعي ان احنا مفروض بيكون عندنا التعريفات الخاصة بجهاز الكمبيوتر زي التعريفات الشاشات والنتورك وكارة الجرافيكس والامور دي كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كل التعريفات بتاعة القطع اللي موجودة على جهازي متعرفة بشكل سليم طيب انا لو وجهتنا مشاكل في الويندوز هلبيت اللي انا اعمل re-installation او اللي انا اعمل clean installation على سبطة بالويندوز من جديد فحمر بخطوة الاول ان احنا ناخد backup من التعريفات السليمة بتاعتنا في الوقت الحالي من الويندوز طيب ده نعمله ازاي؟ حنعمله بكل سهولة جدا من خلال ال-CMD او ال-Command Prompt زي ما انتو شايفين كده لازم نفتحه run as administrator بصلاحيات مدير النظام بعد كده هنكتب الامر ده زي ما احنا شايفين كده بس هنغير كلمة bus دي بالمسار اللي احنا هنحفظ فيه ال-drivers طيب الامر ده طبعا هتلاقوه في سندول وصف طيب انا هحفظ ال-drivers فين؟ طبعا في اي مكان تاني غير ال-drivers-C احنيجي مثلا في ال-D عندنا هنا وبعد كده نعمل فولدر نسميه driver او drivers مثلا تمام وبعد كده هنفتح الفولدر ده وبعد كده نروح نضغط هنا في سندول عنوان ده وناخده copy وبعد كده نروح نكتب المسار اللي احنا هنحفظ فيه التعريفات هنا بالشكل ده وبعد كده هندوس على enter لتنفيذ الامر زي ما انتو شايفين بعد ما بيظهر عندنا the operation completed successfully ده معناه ان احنا اخدنا كده باكب من تعريفات جهاز الكمبيوتر على المسار اللي هو D بعد كده drivers وحنلاحظ هنا كل drivers الخاصة بالويندوز تم حفظها في المسار ده تمام قول تمام لحد دلوقتي تمام بعد كده هنتأكد ان احنا عندنا برنامج 1NT setup وعندنا copy او نسخة من windows 11 ISO محفوظة في drive تاني غير drive LC تمام هنقفل كل الكلام ده كله وبعد كده هنروح لقايمة start ونعمل restart للجهاز لكن قبل ما نختار restart هنغيب ايدينا على زر shift ونفضل لغطين عليه وبعد كده نختار restart وده علشان يفتح لنا advanced options الخاصة بنظام الويندوز اللي هتمكننا ان احنا نسطب الويندوز ومدمل فيه التعريفات اللي احنا لسه حفظينها من شوية بعد كده هيفتح معنا advanced options هنختار troubleshoot وبعد كده advanced options وبعد كده command prompt وبعد كده هنكتب node bad علشان نفتح node bad الخاصة بنظام الويندوز وبعد كده هنروح على file ونختار open وبعد كده هنروح zsbc بعد كده هنروح للدرايف اللي عليه برنامج winnt setup تمام وبعد كده نختار من هنا نقول له اظهر لنا all files علشان يتظهر لنا ملف التنفيذي اللي هو application وبعد كده هتدوس عليه right click وتختار run as administrator هيفتح معنا البرنامج اللي هو winnt setup بالشكل ده اول حاجة هنختار من هنا الملف الايزو الخاص بتثبيت windows 11 بعد كده نقول open وهنا من option ده نختار النسخة اللي احنا هنستطبها وطبعا انا بنصحكم اللي انتو تختاروا windows 11 pro بعد كده هنختار installation drive او المكان اللي احنا هنستطب عليه الويندوز طبعا نتأكد ان هو اللي هو مفروض كان يبقى ال-c بس علشان هو ال-c would دي على نفس الهارد عندي فهنتأكد الاول فين ال-drive اللي عليه الفولدر اللي هو windows والفولدر بتاع users فهو ده هيبقى ال-c بتاعنا فهنختار drive اللي هتستطب عليه ال-windows وبعد كده نضغط على حرف ال-f علشان نعمله format يستحسن ان احنا نحط له label هنا واللي يكون windows OS وبعد كده ندوس start علشان نعمل format وبعد كده okay تمام كده format completed بعد كده ندوس close طيب هندمج بقى التعريفات ازاي هنيجي هنا في ال-option اللي هو add drivers ده وهندوس هنا تمام ونختار ال-drivers بتاعتنا من ال-c والفولدر اللي احنا عملناها اللي اسمه drivers هنا نحدده من بره وبعد كده نقول له okay كده يبقى احنا جهزنا نسخة ال-windows من خلال ان هو هيستطب من ملف install.wim من قلب ملف ISO وكمان اخترنا النسخة اللي احنا عايزين نثبتها وكمان حطنا له drivers فهنعمل ايه هنضغط بقى على اخر حاجة اللي هي setup وبعد كده هندوس على okay ونستنى البرنامج لما يجي يعمل بقى ال-setup ودمج لنا التعريفات في قلب نسخة ال-windows والعملية طبعا بتاخد شوية وقت على حسب القوة او القدرة الخاصة بسرعة الكتابة والقراءة على وسط التخزين بتاعك سوى ان كان يدش شديدي او SSD يعني بكل اختصار على حسب امكانيات جهازك العملية طبعا انا هجريها علشان وقت الفيديو كده البرنامج بيقول لنا ان مرحلة تثبيت النظام انتهت وبعد ما الجهاز يعمل reboot ال-system او ال-windows هبتدي يعمل ال-initializing اللي هو بيعمله في بداية التثبيت هنضغط اوكي ونقفل كل حاجة وبعد كده ندوس continue علشان نعمل restart للجهاز او نكمل ال-setup الخاص بنظام ال-windows عملية الاعداد الاولى للنظام تاخدش وقت وقت وبرضو انا هجري الفيديو علشان ما تاخدش وقت دلوقتي ال-windows الجديد فتح معنا خلينا برضو نشايك على التعرفات نشوف التعرفات اتنالت بشكل صحيح ولا لا device manager بس هنلاقي ان كل التعرفات بتاعنا جات معنا بشكل طبيعي بدون اي مشاكل وبكل سهولة وبكده احنا وفرنا وقت وجهد كبير جدا بالبحث عن التعرفات وتحدثها وتنزلها وتثبيتها والامور دي كلها لو استفدتوا من الفيديو ياريت تدعمونا بالضغط على زر لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش مشتركين ومهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيات للكل علشان يوصلكم مشاعر لما يكون في فيديو جديد دعمكم بالضغط على زر شكرا او سوبر سينكس هيكون محل تقدير كبير تابعونا علشان تشوفوا tips وتركس وبرامج مجانية للنظام ويندوز ولينوكس شوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام س disturbance من comprehensive اشتركوا في القناة